وفي ضوء جهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى استقرار أسواق الطاقة العالمية والمحافظة على أسعار عادلة للمنتج والمستهلك في إطار سعيها الدائم لدعم نمو الاقتصاد العالمي في ظل التطورات التي حدثت في تلك الأسواق فقد أشهد مجلس الوزراء بما أسفرت عنه الاتصالات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين أيده الله وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مع رؤساء الدول الصديقة في هذا الشأن من وصول الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة خلال الاجتماع الوزاري الاستثنائي التاسع إلى إعلان الاتفاق على التعاون وإعادة التأكيد على الالتزام المستمر من أجل تحقيق الاستقرار والمحافظة على المصارح المشتركة للدول المنتجة وتوفير امدادات آمنة واقتصادية وذات كفاءة عالية للمستهلكين بالإضافة إلى إجراء تخفيض على إنتاجها الإجمالية البترولي بشكل مرحلي